على أحد شواطئ الأسكندرية يجمع هؤلاء الشباب ما تصل إليه أيديهم من المخلفات البلاستيكية من على الرمال قبل أن تسحبها الأمواج إلى أعماق البحر إنهم متطوعون استجابوا لدعوات للبشاركة في حملة لتنظيف الشواطئ من الملوثات تدينا فرصة كبيرة قوي أن نحن نحصلت ما بين الناس نحن نتكلم معهم نقول لهم إيه هي أدرور البلاستيك قد أين هو كام مليون بلاستيك تريم يدخل المياه أي مستطعات مآيات تأيماً كل سنة فنحن نغير تفكير نغير الطريقة التي نتعامل بها مع المخلفات بشكل عام الحملة هي إحدى الفاعليات التي تنظمها شركات مهتمة بنشر ثقافة الحفاظ على البيئة والتي تسعى لتقليل الأخطار التي تمثلها النفايات البلاستيكية على مياه البحر وشواطئه عشان كده ابتدنا الحملة دي ونفاهم الناس أن البلاستيك أو ده أول مسبب لإمبعاثات لما في صناعته وبيلوس البيئة وبيئة الكائنات البحرية لما يكون بيتريمي فهو عامل سيء جداً من جميع النواحي من بداية نشأته لحد نهايته في البحر وفي إحدى المناطق الصناعية في ضواحي العاصمة يجري العمل على قدم وصاق لإعادة تدوير البلاستيك المشروع وللمرة الأولى في البلاد يحول مخلفات البلاستيك إلى منتج نهائي من البلاط نحن نشغلين في حلقة مفرغة عملين نعيد ونزيد نعيد ونزيد في مجال البلاستيك وما بنعملش حاجة مفيدة فربنا سبحانه وتعالى هدانا الفكرة أن نحن نختارق الدائرة دي ونعمل منتج صديق للبيئة وغير دار بالعمال اللي شغالة فيه ومطلوب جداً 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 للتصدير في أوروبا عشان الجو هناك المطر والساعة فمحتاجين المنتج ده كويس جداً وإحنا عدمنا البلاستيك بالمنتج بتاعنا اللي هو عاملينه صديق للبيئة هذه النماذج من الحملات والمشروعات تأتي قبل انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ ليبقى التساؤل والتحدي في قدرة تغيير السواد الأعظم من المصريين من أنماط تفكير سابقة واستعابه لتغيرات وتحديات تتعلق بصحتهم ومستقبل أبنائهم وأحفادهم أحمد عثمان العربية الأسكندرية